اهلا بكم عزائي المشاهدين ارحب بكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام وديمقراطية على الهواء مباشرة عبر شبكة وطن الاعلامية في حلقة جديدة من برنامج هون الشباب الذي سنتحدث فيه بشكل خاص حول دور منصات التواصل الاجتماعي في دعم برامج منظمة التحرير تعد دائرة الاعلام لمنظمة التحرير الفلسطينية احدى الدوائر المهمة كونها الممثل الشرعي والواحيد للشعب الفلسطيني حيث يصدر عنها كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية كونها الجهة الرسمية للمنظمة وللحديثي اكثر استضيفوا معي في هذه الحلقة كل من الناشطة الحقوقي بيرم غزال اهلا وسهلا بك اهلا بك والناشطة الشبابية عائشة عبدالله اهلا وسهلا بك في البداية لنبدأ معك عائشة ها اين يكمن الدور الاهم لمنصات التواصل الاجتماعي في دعم برامج منظمة التحرير يكمن الدور الاهم لها بالنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بما ان جميع فئات المجتمع الفلسطيني هي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيكمن الدور المهم لهم في المشاركة الاخبار ومتابعة للحدث الفلسطيني بشكل مستمر ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايضا يكمن دورها في الحجد الدولي بما ان المنصات التواصل الاجتماعي هي واسعة الانتشار وشاملة فهي تصل الى مشاركين ونشطاء في جميع انحاء العالم ايضا التنسيق للمظاهرات والندوات وخاصة ما يخص برامج منظمة التحرير بالتوعية لها ونشر برامجها من حيث توعية المواطنين باهمية دورهم ضمن برامج منظمة التحرير ووضع آليات جديدة لتطبيق برامج منظمة التحرير نتابع معك بيرم هل قضية الشيخ جراح عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثبت على فعليتها في التغيير والفعال في دعم برامج منظمة التحرير نعم عزيزة الزهار بالنسبة لقضية الشيخ جراح حينما نتحدث عن قضية قبل سنتين من الآن هذه القضية اثبتت فعليا دورها البارز في اعادة القضية الفلسطينية الى الواجهة من جديد كيف يكون ذلك الى ان قضية الشيخ جراح صلت تطوء على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة الغربية حيث لك ان تتخيل ان قضية الشيخ جراح والتي كانت عبر وسم او هاشتاغ انقذوا قضية الشيخ جراح كما تعلمي تصدرت المراتب الاولى في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حتى انها تصدرت المراتب الاولى عبر تويتر لعدة ايام لكونها نشرت في عدة لغات هذا اولا ثانيا ما يميز النشر عبر قضية التوائع عبر منصة تواصل الاجتماعي تحديدا لقضية الشيخ جراح انها لم تصلت الدوء على قضية الشيخ جراح من كونها فقط كانت قضية اخلاء انما صلت الدوء على الجرائم او الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي وهي التي تعتبر بالمثابة التطهير العرقي منذ 75 عام منذ النكبة وحتى الان يمارس علينا كفلسطينيين فالعبرة في ذلك ان من خلال قضية الشيخ جراح وما توصلنا له انه ادى الى تعزيز دور برنامج نظمة التحرير انت تعلم ان نظمة التحرير ومجب وثيقة اعلان الاستقلال هي دولة محبة لاستلام هي دولة ملتزمة باتفاقيات الدولية وشرعية الدولية ولكن الاحتلال هو من ينتهك القانون الدولي وهذا ما تم اثباته من جديد من خلال قضية الشيخ جراح عائشة برأيك كيف تساهم واقع التواصل الاجتماعي في دعم البرنامج السياسي والاجتماعي لبرنامج منظمة التحرير في البداية دعينا ننوه ان هناك مؤسسات اعلامية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لكن غياب هذه المنابر عن عملها يجعل المواطنين الفلسطينيين يلجؤون لالاعلام العبري لاخذ الاخبار فغياب منظمة التحرير عن الساحة الفلسطينية هو ناتج ايضا من احد عوامل غيابها هو غياب المؤسسات الاعلامية الخاصة بها هنا يأتي دور منصات التواصل الاجتماعي لتحل مكان هذه المؤسسات الاعلامية عن طريق انشاء شبكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي لديها منهجية في العمل وتسلسل ولا تكون موسمية نحن نعاني من فلسطين بان المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القضية الفلسطينية وخاصة ما يخص منظمة التحرير هو موسمي عندما تحدث في أحداث فتساهم مواقع التواصل الاجتماعي في حجد الدعم الدولي والتعياء الأكبر بما أن العديد من المواطنين الفلسطينيين ذاتهم لا يعرفون ببرامج منظمة التحرير فهناك الدور لتوعية المواطنين أنفسهم والحجد الدولي لبرامج منظمة التحرير أيضا تفعيل دور المواطنين في المشاركة في هذه البرامج عن طريق إبراس دورهم المهم فيها بيرام برأيك كيف تصف وضع حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بشكل عام حرية الرأي التعبير الآن هي ممكن أن نقول أنها تتأثر بالتوازن ما بين حق حرية التعبير كحق أساسي دستوري هذا الحق نظم بداية في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين نحكي عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن العهد الدولي لحقوق السياسية والمدنية التي يقولها الشرع الدولي لحقوق الإنسان هذه كمان مادة 19 حكت عن هذا الحق وأيضا القانون الأساسي الفلسطيني بالتأكيد أيضا نعود إلى وثيقة إعلان الاستقلال فقرة نعش أكدت حرية الرأي والتعبير أما على الجانب الآخر مع التعقيدات أو التقييدات القانونية أو السياسية والاجتماعية حرية الرأي والتعبير فعليا لا يمكن أن نقول أنه ليس هناك حرية الرأي والتعبير في فلسطين ولكن أيضا لا يمكن أن نجزم بالقول أنها حرية الرأي والتعبير بدون قيود فعلى صعيد حرية الرأي والتعبير هناك العديد من الممارسات ممكن نرصد هذه الانتهاكات التي تمرس على حرية الرأي والتعبير فمثلا على صعيد الانتهاكات التي تقوم بها الاحتلال من خلال أنه يقوم بتقييد أو حضر المحتوى الفلسطيني وبمثابة تضييق الخناقة حرية الرأي والتعبير على نشطاء الفلسطينيين عبر مواقع تواصل اجتماعي بالنسبة لبعض الممارسات التي تقوم بها السلطرة الفلسطينية مثلا من خلال إما بعض السياسات أو بعض القوانين لدينا بعض القوانين التي تقيق أو تقيد حريطة رأي التعبير منها القرار بقانون كما تعلم بشأن جرائم ترونية أيضا من خلال السياسات بعض الأحيان قد يتعرض النشطاء من خلال تعبيرهم عن آرائهم إلى التهديد أو الاعتقال أو ما إلى ذلك على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو سياسة مثلا ممكن لا يتم اعتقال أو معاقبة هذا الشخص ولكن ممكن أن يتم مثلا التضييق عليه بالخناق أنه منعا لا تولي بعض الفرص نتيجة أنه ناشط يعبر عن رأيه هذه هي الإشكالية تعبر عنها إذن بشكل عام حريطة الرأي والتعبير نعوذي فلسطيني نحكي أنها ليست كما تم الاتفاق عليه أو تم وضعه في برنامج منظمة التحرير تحديدا البرنامج الاجتماعي والبرنامج السياسي والمدني فمثلا الفقرة 12 من وثقة الإعلان الاستقلال والتي تعتبر هي أساس وعمود فقري لبرنامج منظمة التحرير أكدت على حريطة رأي التعبير في فلسطيني في ظل غياب دور وزارة الإعلام لمنظمة التحرير هل ذلك أثر على حرية الرأي والتعبير فيها؟ بالتأكيد نحن نحكي عن وزارة الإعلام هي من دورها تقوم بالتعبئ أو التنظيم أو بمعنى التثقيف السياسي لكافة أعضاء أو كافة المواطنين الفلسطينيين نحن حاليا نعاني حتى على مستوى طالبة جامعات أو على مستوى صناع قرار وللأسف بعض المفردات أو الأبجديات منظمة التحرير الفلسطينية لا يعلمون ممكن أن تلمس هذا الحكي لما تتحدث مع أحد الأشخاص أنه تعرف ما هي الدور الحقيقة لمنظمة التحرير؟ لا يعرف ما الفرق بين مظمة التحرير والسلطة فلسطينية؟ لا يعرف نظمة التحرير حاليا متى حصلت على اعتماد أو أصبحت ممثل شرعه الوحيد؟ من أجهزة مظمة التحرير؟ هذا كله ليس فقط دور وزارة الإعلام هذا ممكن دور الأحزاب السياسية أيضا دور حتى بالمناهج الدراسية لمستوى المدارس أو في الجامعات لا يجد هناك مساق واحد يتحدث عن منظمة التحرير أو الأجهزة أو الدورها الحقيقة التي تقوم به يعني هناك تأثير بيدور دائرة الإعلام بمنظمة التحرير على حرية الرئيسة؟ هناك تأثير وهناك أيضا ضعف في عملية التوعية للمواطنين الفلسطينيين لنتابع معك عائشة ما هي أهمية صحافة المواطن في فلسطين؟ وكيف يمكن أن نتعامل معها لنخدم برامج منظمة التحرير؟ في البداية دعينا نعرف ما هي صحافة المواطن وهو الإعلام الذي يخرج من قبل المواطن وكما نتحدث زميلي بيرن بأننا نتحدث عن حرية الرأي والتعبير فإذا أردنا أن نتحدث عن صحافة مواطن نحن نتحدث عن وجوب وجود حرية رأي والتعبير لأننا في فلسطين يعني المواطن الفلسطيني معرض في أي لحظة لأن يكون إعلامي بسبب كثرة الأحداث التي تحدث أمامها الانتهاكات المستمجة نرى الكثير من رصد الحالات لإطلاق الرصاص المباشر على المواطنين يقوم بتصويرها المارون في الشارع فهذه الفيديوهات وصلت لأعداد مشاهدات عالية لدعم دولي أيضا بسبب ما قامت بتصويره المواطن فصحافة المواطن يا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني لأن كلنا إعلاميين في ظل الأحداث التي تحدث حولنا دور صحافة المواطن فيما يخص برامج منظمة التحرير فهو يكمن في معرفة المواطنين أنفسهم توعية الآخرين ببرامج منظمة التحرير ومعرفتهم أنفسهم ببرامج منظمة التحرير عن طريق يكون عن تدق بث منظمة التحرير نفسها في الشوارع الفلسطينية حتى يتمكن المواطنين الفلسطينيين من الحديث عنها وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية الخاصة بمنظمة التحرير حتى يكون هناك معلومات للمواطنين للتعرض على منظمة التحرير أكثر وأكثر أيضا يكمن دور مرصات التواصل في تحفيز المواطنين للمشاركة الوطنية لأن برامج منظمة التحرير هي تابعة لمرجعيات دولية وهي مشرعة قانونيا وليست أمور يجب أن يتم المحاسبة عليها لكن في فلسطين من قبل أسلطة الفلسطينية من قبل حركة حماس من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتم الاعتقال ويتم التهديد بسبب مشاركة الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا يدفع المواطنين للعزوف عن مشاركة حقهم كأن يكونوا صحفيين وإعلاميين لما يتم حولهم الكثير من الناس التي نشرت فيديوهات لحالات الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تم سحب أجهزتهم وتم التحقيق معهم نتيجة لهذا النشر فيكمن دورهم المهم في تحقيق الحماية لهم حتى يتسنى لهم ممارسة هذا الدور بشكل فعال الآن ضيوف الكرام والمشاهدين العزاء دعونا نرى أراء المواطنين وإجابتهم على سؤال هل ترى بي أن فصائل منظمة التحرير تقوم بالترويج لبرنامج المنظمة السياسي والاجتماعي على السوشيال ميديا في النوتاب ما أمرش في تلهم بوستات على السوشيال ميديا ما بعرفش ما عنديش فكرة الله يعني بالنسبة لي يعني منظمة التحرير يعني بسمع فيها يعني سمع أما أتعمق فيها وإشي ما أمرش يعني أني أتعمقت أكيد طبعا لأنه إحنا كجيل أغلب وقتنا بنكون على السوشيال ميديا يعني بيطلع لنا أكتر من إشي فبالتالي بنامج منظمة التحرير إلو دخل في هذه الإشيي بنعرضه لأشياء اللي بارضها من إنفوغراف والآخرين زمان كان الحاضنة والاحتكاك وأنك تتعرف عن منظمة التحرير في الميدان في الشارع في الانتفاضة في كل وسائل العلاقات الاجتماعية كان يمر فيها الشعب الفلسطيني سابقا أما حاليا أنا أريد أن أتعرف عن منظمة التحرير عن طريق التواصل الاجتماعي شو ما كان تفاعلي معاها مش راح يكون بناء أو جذاب أكتر كالسابق في الزمن السابق السوشيال ميديا هي أصلا صارت طريقة توصيل أي إشي سواء سياسي اجتماعي ثقافي أي إشي صار عن طريق السوشيال ميديا فهم رحوا باستثمار هذا المجال السوشيال ميديا لحتى يقدر يوصلوا لأكبر شريحة من المجتمع عائشة كيف تعلق على ما جاء بالفيديو؟ نرى أن هناك وعي للمواطنين بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في دعم القضية الفلسطينية لكن راح ضعف الوعي والإلمان ببرامج منظمة التحرير مما أثر بسبب انفصال الأحزاب عن الشارع الفلسطيني وعن مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبث برامجها فالمشكلة هنا تكمن في عدم ممارسة الأحزاب لدورها الفعال في الترويج لمنظمة التحرير والتعبير عن نفسها كجزء من منظمة التحرير بما أن كل حزب يعبر عن نفسها بشكل منفصل عن برنامجه هو بشكل منفصل أدى إلى ضعف معرفة الناس ببرامج منظمة التحرير بيرام ما رأيك حول ما تم عرضه؟ يعني أؤكد على ما تحدثت على زميلة عائشة أيضا المشكلة الحقيقية أن المواطنين الفلسطينيين لن أأتي عليهم بجانب سلبي أنهم ليس لديهم العلم المشكلة بالتثقيف السياسي بالصناع القرار أو الجهات الرسمية فمثلا نحن نحكي في نظمة التحرير هناك دائرة إعلام المفروض من دائرة الإعلام أنها تكون مسؤولة عن تعزيز الوعي في كافة الجهات في القضايا الوطنية وفي برامج منظمة التحرير فما نراه الآن عبر الفيديو ما هو النتيجة الطبيعية وستيزداد سوءا إذا تبقى الوضع كما هو عليه أيضا المناهج الدراسية الطلبة الحاليين أنا أركز على مناهج الدراسية أن الطلبة في المدارس خلال كافة الوحدة الدراسية لا يوجد جزء خاص يتعلق بمنظمة التحرير هذا أيضا يعتبر كارثة فهذا الدور يجب أن تم إصلاحه والعمل عليه برأيك هل تعاني منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين من عدم وجود قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات صحيح أزهار نحن في الواقع الفلسطيني متحديدا منذ عام 2005 نطالب أن يكون هناك قانون يضمن أو ينظم الحق في الحصول على المعلومات ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي قانون رغم عدة محاولات تشريعية سابقا في عام 2013 كان هناك مسودة تتضمن قانون الحق والوصول على المعلومات على أن يتم بالتعاون ما بين هيئة مقافعة الفساد والحكومة الفلسطينية على أن يتم تنسيبها ليتم إقرارها فيما بعد ولكن حتى الآن لم يتم إقرارها المشكلة الحقيقية أن حق والوصول على المعلومات يعتبر أحد أركان حرية رأيو التعبير يعني نحن نحكي حرية رأيو التعبير لازم نعزز حق الوصول على المعلومات لأنه كيف المواطن الفلسطيني بيدي يجي مثلا يعبر عن رأيو عبر منصات تواصل الاجتماعي أو أنت بدك تتروج لبرنامج منظمة التحرير ولكن أنت ما عندك بيانات تتضمن عن مثلا أداء الجهاز الحكومي معين أو كيفية صرف المخصصات ما يدلل على كلامي أن الحكومة الفلسطينية نسبت قانون الموازن العامي عام 2023 هذا ما أكدوا الفريق الأهلي لدعم شففة الموازن العامي المشكلة أنه لم يتم مشاركة حتى المواطنين في حق الاطلاع على ما جرى أو تم إصداره على صفحة واحدة وهذه الصفحة كانت تضمن أرقام شبه بسيطة لا يتتعلق في أرقام تفصيلية أو إحصائيات كبيرة يحتاجها المواطن الفلسطيني ليعرف كيف يتم صرف المخصصات أو على أين تذهب الموازنة فإحنا منعاني أنه ما في عنا قانون لحق الوصول المعلومات وهذا بالنتيجة يضيق الأعمال على منصات تواصل جميعا ويؤدي إلى التأثير على برامج منظمة التحرير الفلسطينية عائشة هل ضعف وقلة وسائل الإعلام الفلسطينية الرقمية التابعة لبرامج منظمة التحرير تعتبر عائق؟ دعيني أنوه في البداية إلا أنه أصبح يوجد الآن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أصبح هناك ما يسمى الدبلوماسية الرقمية وهي أصبحت جزء من المنظمات الدولية والوزارات ودولة إسرائيل في عام 2015 احتلت المرتبة الثامنة في الدبلوماسية الرقمية لكن فلسطين كانت في المرتبة الثالثة والسبعين نتحدث هنا عن غياب تام لأصحاب القضية الفلسطينية عن ساحة منصات التواصل الاجتماعي التي يشغلها معظم سكان هذا العالم وليس فقط الشعب الفلسطيني فهو يعتبر عائق أساسي لأن من هو صاحب القضية الأساسي لا يشارك في طرح قضيته ولا يدفع الناس بالمشاركة في هذه القضية فهو يؤدي لغياب الشعب الفلسطيني كما رأينا بالفيديو غياب الشعب الفلسطيني عن برامج منظمة التحرير وعن أهميتها وغياب معرفتهم بأن في حياتنا اليومية نحن نطبق برامج منظمة التحرير سيؤدي بالتالي إلى حالة الاختراب ما بين السلطة الفلسطينية وما بين المواطنين بسبب عدم وجود هذه الفجوة التي تفصل بين المواطنين والقطاع الحكومي أيضا وبين منظمة التحرير التي تدفعهم إلى الإنجراف نحو الإعلام العبري لأخذ المعلومات وليأخذ المعلومات ونرى أن هناك نضال في فلسطين هو يتم فرديا وليس هناك تجمعات وليس هناك عملية نضالية ليست مرتبة ما بين المواطنين ليست موحدة فاستمرار غياب منظمة التحرير ومؤسساتها الإعلامية عن مواقع التواصل الاجتماعي سيساهم في التشكتة عملية نضالية أكثر وأكثر وسيساهم أكثر في صحافة المواطن بعدم وجود قيود وعدم وجود حدود لهذه الصحافة واستمرار الانتهاكات بحق المواطنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيرام هل ترى بأن القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية في فلسطين بصيغته الحالية يؤثر على طبيعة عمل منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية؟ بالتأكيد القرار بقانون خلينا أحدد هذا القرار بقانون هو رقم عشرة لسنة 2018 هذا لقى ملاحظات عديدة من عدة مؤسسات مجتمع مدين بداية هذا القرار بقانون كيف أنا ممكن أشوفه أنه يضيق الخناق على منصات تواصل الاجتماعي وبالتالي يؤثر برامج نظم التحرير على عدة مستويات بداية تضمن هذا القرار بقانون أزهار عدة عبارات هذه العبارات هي من شأنها أن تضيق الخناق على حريط رأي التعبير مثلا عبارات فطفاضة أو مصلحات فطفاضة وردت في معظم المواد فمثلا نحجي عن مادة 33 بتحكي أنه كل من ارتكب جريمة إلكترونية حسب هذا القرار بقانون وكان من شأنها مثلا تهديد الأمن القوي أو خطر على النظام العام أو الأداب العامة هذه المصلحات فطفاضة يجب أن يتم توضيحها ما هو نظام العام ما هو حدود النظام العام أداب العام ما هي الأداب العامة في ظل دولة مدنية دموقراطية كما أكدت وثيقة إعلان سغلاف فقران 12 طيب هذا بند أو هذا جزء على مستوى آخر هذا القرار بقانون قيد حق الخصوصية إذا أنا كمواطن بدي أعبر عن رأيه لازم يكون في عند حق الخصوصية هذا القرار أعطى الصلاحي لنياب العامة في ضبط الأجهزة التي تتم فيها استخدامها لأي جريمة إلكترونية وبالتالي قيد حق الخصوصية مع حق الحجب المواقع الإلكترونية تحدثنا عن أسباب عديدة عن دور النصات التواصل الاجتماعي الآن دعونا نتحدث إلى التداعيات عائشة ما هو تداعي انفصال الناشط الفلسطيني عن رواية الحدث كرواية وليس كمرحلة وقضية مهمة يعني يصبح الناشط ناقلا للخبر وليس مصدر الله هو بالتالي يجعلنا في حالة أن النشطاء على الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس جميعهم النشط لدينا الكثير من الحملات التي أثرت بشكل مباشر على الاحتلال ومن ضمنها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لكن مشاركة النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي هي ردة فعل وليس إنشاء للأخبار فهي موسمية عندما يحدث هبات عندما يحدث شيء على أرض الواقع يعني تكون هناك المشاركة وتتفعل المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعيني أنوه لي شيء مهم جدا وأن ما يتم نشرح على مواقع التواصل الاجتماعي لا يلغي النضال على أرض الواقع أو المقاومة على أرض الواقع لكن نحن هنا نتحدث عن أصبح أمر حتمي ومجبر على الشعب الفلسطيني ببس رواية وهو سيؤدي إلى زيادة وتضخيم الرواية الإسرائيلية في ذهون النشطاء الدوليين أيضا سيؤدي إلى اغتراب القضية بما أن صاحب القضية ذاته وصاحب المعاناة ذاته لا يشارك ونحن في فلسطين نعاني من عدم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار من ضعف مشاركة الشباب وعدمها نصل إلى عدمها في فلسطين لمشاركة الشباب في مراكز صنع القرار فالمنبر الموجود لهم هو منصات التواصل الاجتماعي إذا استمر نقل الفلسطيني للحدث كحدث منفصل وليس سيؤدي لنظرة العالم لنا بأننا منفصلون على هذا الحدث يعني ننشر على هوانا ونحن دمنا نكون متفرغين للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أن الاحتلال الإسرائيلي يبث كل أجهزة وكل مواطني ويوظف العديد من المواطنين للاهتمام بالنشر والترويج للقضية أيضا سيؤدي إلى استمرار نشر المواقع الإسرائيلية يعني رأينا الفيديوهات على فيسبوك يعني أصبحوا ينشرون فيديو لحظات جميلة بين الشعب الفلسطيني وبين الفلسطينيين في الداخل المحتل والفلسطينيين في الضف والشعب الإسرائيلي أن هناك حالة من السلم الأهلي مما عزز النظرة الدولية لنا بأن هناك حالة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بيرام هل برأيك كيف يؤثر دعم الحقوق والحريات على تعزيز الوعي السياسي لبرامج منظمة التحرير عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ يعني إحنا لما نقوم بتعزيز الحقوق والحريات يعني إحنا نحكي أنه وثيقة إعلان الاستقلال تقوم على دولة مدنية دموقراطية تقوم على احترام حقوق الإنسان وحرية الأقليات وأيضا العدالة الاجتماعية أنا لما أعزز هذه الحقوق والحريات بالتأكيد أنا بعزز مفاهيم السياسي لدى المواطن فمثلا لما أعزز حرية الرأي والتعبير وأعطي المواطن حقه بأنه يمارس حقه في حرية التعبير أو أعزز مثلا حقه في الانتخابات أنا بعزز شعور المواطن لدى هذا المواطن لأنه يكون عنده حقوقه وواجباته هو بشعر أنه بنتمي لهذه البلد وبالتالي هو ابن هذه البلد تعزز موضوع بالمواطن يعني بحس أنه فيه مشاركة اجتماعية بالتأكيد على ما قبل أنت حدثت عنه مثلا حق الوصول على المعلومات لو كان فيه مشاركة اجتماعية مع المواطنين فبالتالي رح يكون فيه نظرة مختلفة أنت كمواطن فلسطيني بتعرف أنك مش موجود عبث أنا مش موجود فقط أنا بشارك في حياة الاقتصادية فقط أنا بشارك بهذا جزء فعال أيضا في المسائلة المجتمعية لأعضاء أو صناع القرار السياسيين مثلا تمام برأيك بيرا ما هو أثر غياب الخطاب الفلسطيني الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الدولي بداية إحنا اللي نحكي خطاب فلسطيني موحد أول شيء يمكن يأثر عليه أنه يعزز التفرق والانقسام يعني إحنا نسعى لجهود الوحدة الفلسطينية في غياف خطاب فلسطيني موحد إحنا زدنا الانقسام وزدنا التفرق بين الفصائل الفلسطينية أو بين مواطنين فلسطينيين أو بين دفة غربية وقطاع غزة هذا جانب ثانيا فلسطين منذ اندمامها على المستوى الدولي لمنظمات دولية وانضمت أيضا لأصبحت دولة رقم 194 هذه الدولة حتى تقوم استطاعت أن تحمل صوت واحد للمجتمع الفلسطيني أو يتضمن قضية واحدة وهي برامج منظم التحرير إلى المجتمع الدولي مع غياب خطاب فلسطيني موحد أين هو الصوت الواحد الذي يحمله إذن بهذه الحالة أثر على جهود دبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي ثالثا إحنا بصير في عنا ما في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني صار فيه تشويش للرسالة الوطنية أنه أنت بتحكي أنت فيه غياب فيه خطاب فلسطيني موحد بالتالي أنت ما فيه خطة وطنية واحدة تقوم على برنامج نضالي أو كفاحي واحد ما إلى ذلك بالأخير إحنا بنحكي التأثير قبلا على برنامج منظمة التحرير اللي بيقوم على الوحدة وتعزيز المصالحة الفلسطينية تحدثنا بشكل مفصل عن التداعيات التي تواجه خطاب منظمة التحرير وبرنامج منظمة التحرير لكن دعونا نتطرق للحلول عائشة متى يرات المطلوبة على المحتوى الإعلامي الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص ليصبح أداة نضالية وأداة توعوية تخدم القضية الفلسطينية توحيد الرواية الفلسطينية أولا وآخرا حتى يكون هناك خطاب فلسطيني فعال وقائم على حول ما يحدث في فلسطين بإنصاف لجميع المواطنين سواء كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الأراضي المحتلة فبالتالي هنا نحن نحتاج للتغطية المستمرة وليس نحن بحاجة إلى أن نكون موسميين وأن نكون ردد فعل لا أن نكون ناشئين لهذه الأخبار والتغطية الإعلامية أيضا نحن بحاجة إلى تضامن المؤسسات الإعلامية وتعاونها مع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى إتاحة حريات الرأي والتعبير حتى يتسنى للمشاركين النشطاء المشاركة لن يكون الشعب الفلسطيني بين مطرقة الاحتلال ومطرقة المحاكمة السلطة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزة حول ما يتم نشره نعطي الحق المواطن في نشر ما يريد ضمن حدود لكن يعني الإعطاء الحرية في النشر خاصة بالمعلومات التي تخص الاحتلال والمعلومات التي تدعم برامج منظمة التحرير أيضا يكمن الدور الأهم على الأحزاب السياسية من خلال قنواتها الإعلامية من خلال مؤسساتها الإعلامية أن تنشر برامج المنظمة التحرير وتفعل دور المواطنين عن طريق توعيتهم عن طريق القيام بأنشطة على أرض الواقع تشمل حملات ثم نشرها ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي ثم التجديد في نوعية في طريقة الطرح مما أن مواقع التواصل الاجتماعي في تطور الإنترنت في تطور التكنولوجيا في تطور يجب على المحتوى الفلسطيني أن يتطور ويرتقي المدع المحتوى الحالي هل تعتبر ذلك توصية الأحزاب السياسية بتأكيد على الأحزاب السياسية النظر لبرامج منظمة التحرير أيضا الاهتمام بدورها على منصات التواصل الاجتماعي حتى أن تكون جزء من حياة المواطنين الذين يستخدمون وواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر بيرام برأيك ما هي أليات تعزيز مضامين الرسائل الخطابية لمنظمة التحرير الفلسطينية الموجهة للعالم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لدينا عدة مضامين بداية أنه هي منصات التواصل الاجتماعي أنا أدعوه إلى استخدام وسائل الإعلام سواء الحديثة أو التقليدية بما فيها منصات التواصل الاجتماعي طبعا نحكي على المستوى العالمي والمستوى المحلي من خلال وسائل الإعلام أنا بوصل رسالات خطابية موحدة لتتضمن إما قضايا وطنية أو قضية فلسطين بشكل عام أو برامج نظمة التحرير على الشكل الأبجديات هذا من خلال منصات التواصل الاجتماعي ثانيا نحن كيف نشوف إلى تأثير أيضا استخدام الجهود الدبلوماسية نحن لدينا جهود دبلوماسية فلسطين منذ أن نضمت إلى منظمات العديد منظمات الدولية أنا نجب من خلال هذه الجهات الرسمية أن أنا أقوم بإصار رسالة الخطابية عبر هذه المنصات إلى العالم بالتالي أنا كأني أوجدت رأي عام خالق أو سوري خلق رأي عام داعم لقضية فلسطينة أو داعم برامج منظمة التحرير على المستوى الثالث أنا ممكن أنا أشوف أنه من خلال منصات تواصل الاجتماعي أو من خلال دور منظمة التحرير العالمية كما يصفتها مثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني هي بقدر أنها تقوم بناء شراكات أو تحالفات مع حركات اجتماعية أو مع مؤسسات أو مؤسسات حقوقية من خلال هذه المؤسسات الحقوقية تنطلق إلى أن تقوم بإصار رسالة الخطابية موحدة لبرنامج منظمة التحرير على المستوى الأخير أنا باستخدام منصات تواصل الاجتماعي كما قلت أنه أنا بقدر أوصل للجمهور العالمية ما بركز فقط على فلسطينية الداخل أو الشتات الخطاب يكون أوسع وأشمل أيضا أنت تتيحي الحوار للشعب أنت تعطيه القدرة أنه يعبر فعليا منصات تواصل معه هي منابر حرة للتعبير الآمن أو خلينا نحبير عن رأي هيك هي الأصل وبالتالي أنت لما تفتح النقاش أو الجدال حول القضايا وطنية أنت بتعطي المواطن سواء فلسطيني أو ما إلا ذلك أن ينظر القضية من الأعلى وبالتالي هو بقدر يشارك فعليا أنت أوصلت رسالة الخطاب للعالم الخارجي حول منظمة التحرير أو برميشة عائشة حدثتنا عن أدوار مختلفة لأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لكن ما هو دور المؤسسات الإعلامية في رفع الوعي السياسي والاجتماعي لبرنامج منظمة توحيد جهودها بالتأكيد مع بعضها البعض يعني المؤسسات الإعلامية كل منها يعمل لوحدة ولكن توحيد جهود هذه المؤسسات عن طريق توعية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية دورهم في خسر الرواية الفلسطينية وإذا أردنا نتحدث عن الرواية الفلسطينية ليست رواية ما يحدث في الشارع الرواية هي الزمان والمكان وطريقة العيش وما يحدث مع المواطنين بشكل مستمر والتاريخ الذي كان لدى الفلسطينيين والذي لا زال يكتب فيكون الدور عليها في توحيد عملهم مع بعضهم البعض أيضا اشراك المواطنين في العمل الإعلامي وتوعيتهم بأهمية دورهم بيرام بشكل مختصر كيف يمكننا كسب الدعم والتأييد العالمي والدولي في دعم برامج منظمة التحرير الفلسطينية نعم هو يرتبط في السؤال أيضا رسائل خطابية بشكل تحدثت عنه ولكن بشكل مختصر يريد تركيز على جزء معين أن منظمة التحرير منذ عام 1974 وحتى الآن تحصلت على العديد من القرارات الدولية نعم من خلال هذه القرارات الدولية وخليني أذكر منها قرار 2-2-4-2 قرار 3-3-8 القرار 1-81 قرار 1-9-4 كلها جاءت لصالح قضية فلسطينية من خلال منصات تواصل شماعي ومن خلال وجود منظمة التحرير في هذه المنظمة الدولية يجب تعزيز الوجود الفلسطيني للعمل على تنفيذ هذه القرارات الدولية وأيضا استصدار العديد من القرارات الدولية بالتأكيد أيضا بعود لفكرة استخدام وسائل الإعلام الحديثة والمحلية والدولية لخلق رأي عام داعم لبرامج منظمة التحرير ثالثا بناء التحالفات الميدانية مع أرديد منظمات دولية والمؤسسات الحقوقية أيضا لإيصال الرسالة السامية لبرامج منظمة التحرير للوصول إلى الهدف الأسماع من نظمة التحرير عائشة تحدثت عن دور الأحزاب السياسية في دعم برامج منظمة التحرير ما هي توصياتك الموجهة بشكل خاص للحزاب السياسية وما هي توصياتك بما يتعلق بالحلقة توصياتنا للأحزاب كما تحدثت سابقا بأنه الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام بمشاركتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدورهم ولما يقومون به بشكل مستمر أيضا قيام الأحزاب نفسها لإعادة ثقة المواطنين بمنظمة التحرير وإعادة منظمة التحرير على الساحة عن طريق مشاركتهم من خلال مؤسساتهم الإعلامية وعن طريق مشاركتهم هذا الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي أبيرا ما هي توصياتك النهائية بما يتعلق بدور برامج منظمة التحرير دور وسائل إعلامي لخطاب برامج منظمة التحرير أنا أعتقد حدثنا هي معظم على شكل توصياته ولكن أحدد على جانبين أنا يجب أستخدم منصات توصيل الاجتماعي في توصيق الأحداث الجارية ومن خلالها أنا أعرض لعديد منصور الفيديوهات تتضمن برامج منظمة التحرير بشكل لافت ويصل إلى الجماهير في العالم بشكل أجمع ثانيا ضرورة عقد العديد من المؤتمرات أو الإعلانات الصعفية تتضمن قضايا وطنية لتعزيز الوحدة الفلسطينية وتعزيز برامج منظمة التحرير والجانب الأخير الذي أتحدث فيه هي ضرورة توصل إلى مبادرات لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية وفي الختام علينا أن نرتقي بالخطاب الفلسطيني لمنظمة التحرير على شبكات التواصل الاجتماعي بحيث يستند إلى قوة التأثير والإقناع والتفاعل ويكون أعلاما يدعم المنظمة وبرامجها السياسية والاجتماعية وأن يكون خطابا مؤثرا على الصعيد المحلي والدولي أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة كما أشكر ضيفي هنا في الستوديو المحامي والناشط الحقي بينما مغزال شكرا لك والناشطة الشبابية عائشة عبدالله شكرا لك اشتركوا في القناة شكرا لك شكرا لك